السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اهلا بكم واهبين وسلسل مطر صيف اليكم والخاصة للحلقة 23 ابو شيخة بيقول لمرتو اسألي على بدر وهو رجال كتير كويس واهله سمعتن كويسي ومرتو بتقول له خلينا تيسر نايف بيقول لغانم انت ما بيهمك سمعتك لو كنت رجال ما ضليت يكتبوا عنك بجريدي وغانم بيتردو نايف بيقول لزوج مضاوي ما قلتلك ما بتخلي مضاوي تجي لهون ومضاوي بتجي ابرارة بتسأل لابوها عن كلام عمها نايف اذا صحيح بيقول لها حكي الحقيقة او اذا ما نكم صدقة هاك بيرجأ لك ابو محمد بيقول الاغانم انا مجبورة كنا مع نايف لانه حلال مضاوي معه شيخة عم تتحضر حالة للزواج من بدر بيبي ندماني وما نعرفاني شو بده تساوي بتقول لو 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 لا لعملته ما كانت شيخة تركت يوسف الخدامي بتفرجي مبارك فيديو بالهاتف كيف مرتومها عم بتعذب بنته وبجن جنون وبعدها بترجع مها مبارك بيعذبها ويعاقبها عبدالله متدايق بالسجن يوسف بيحكي ابرا كان بنفسه يشوف عبدالله بس بعد بيحاول يتصل على شيخة وبتقول في رسالة يقراها من شيخة ويوسف بيعرف شيخة بدت الزواج ويقوم بسرعة او بيتقلم يوسف باتصل بيبي وبيسألها عن شيخة ويطلب منه يشوف بس لا يروح هو ببيت شيخة شيخة بيجيها خبر يوسف طلع من السجن من المشفى وشيخة بتحاول تروح بس بيبي بتمنعها وبتقول لها انا بروح وبخبر وبخبرك شو بيصير بيبي بتخبر يوسف شيخة تزوجت بعد ما ابرا قالت له راح تنسجن خمس اثنين ويوسف بيبكي بيقول وصلي لشيخة حياتي فرحة وهيد وحدي فرحة تخرج الزواج والولد والوالد وهي بتحط راسة على المخدي راح تعريق حالة ظلمتني وظلمت نفسها ترجمة نانسي قنقر